الآن هناك لجنة تؤسس من أجل الاتفاف على مطالب الشاكية في بوكتال من أجل التحوار مع المجرم الأول الذي أعطى الأول في السكان وهو الولي والجهة هو الولي الجهة إذن تشكلت الجنة من بعض العناصر من أجل قيام بحوار لأجل الاتفاف على المطالب طوام هذه العناصر يشتبه فيهم عناصر تكون مدفوعة من طرف الأجهزة القمعية حتى من أجل طمسة الحقيقة وقد قال لهم الولي بأننا سنقوم بتعويض الخصائر التي أقدمت عليها الأجهزة القمعية إذن أنا أتساءل من أين ستقدم هذه الأموال من أموال الشعب إذن كيف للمغسن أن يتمير محلتنا التشارية وأبواتنا وممتلكتنا وبعد ذلك يأتي ويقول بأننا سيحوظ عن هذه الخصائر أموال الشعب فأنا أدعو كل الأطراف السياسية والحقوقية والنظالية الحاضرة معنا هنا من أجل أن نقف ضد هذه اللجنة المشكلة التي شكينت فقط من الإجلي الاتفاف على مطالب ساكنة مكتان ساكنة مكتان وكل أريف عموما والشعب المغربي أريد أن الوحيد الرأيي الأهم أن بعد 15 يوما سنقوم بتنظيم وقف احتجاجية أخرى في عونفقس أمام القنصورية المغربية وتحية النظال وعاش الشعب المغربي وعاش حركة عشية فبراير تحية نظالية للشعب المغربي تحية المجد والفلود لشهداء الشعب المغربي وشهداء حركة عشية فبراير تحية إلى مدرسة النظال والصمود إلى بوعيش صامدة إلى بوقدان صامدة إلى أمزون في الوقت الذي كنا ننتظر وكون الكل يريد أن نتأسس لجنة دولية من أجل التحقيق وفتح تحقيق نزية في الأحداث التي وقعت في الريف بخصصا أي تبوعيش إلا أننا مؤخرا نجد أننا تشكيلت لجنة أو اللجينة من طرف بعض الأشخاص من بينهم شخص من كانت تورع للنغاد لم يحور أي حلاقيات إذن فكيف يُعقل أن نتحاور مع المجرم والمتهم الذي أهان شعبنا أهان أمهاتنا أهان إخوتنا أهان كل الشعب لأنه حينما نتحدث عن بوقدان نتحدث عن بن فوعيش فإننا نتحدث عن الريف بصفة عامة لا يمكن أن لجنة صغيرة أن تتحدث بإسمنا ومع من؟ مع المجرم الذي أعطى الأوامر بتنفيذها في بوقدان موسيقى 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 أسحقا من دقيقات إني دخا عودة أشكتا من دقيقات إني دخا عودة إني دخا تراس دقيقات إني دخا عودة إني دخا عودة إني دخا عودة سأحقا من مدلعو بإنكبالanza أمدي هام handsome ترجمة نانية في منشيدي أمدي هام في منشيدي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة